أما بقى فيما يتعلق بفريق الشباب لكرة اليد موليد سنة 2000 في النادي الأهلي فالفريق ده توج بلقب بطولة كاس مصر بعد ما تغلب على نظيره فريق الزمالك في المباراة النهائية اللي أقيمت بين الفريقين ابتدت المباراة بشكل قوي جدا من جانب لعبي النادي الأهلي حيث شهد الشوط الأول تفوق كبير لكل اللاعبين طبعا بفضل التمركز والانتشار المميز وانتهى الشوط بتقدم النادي الأهلي بنتيجة 16-13 في الشوط الثاني استمر ضغط لعبي النادي الأهلي وشهدت الدقائق الأخيرة أداء في منتهى القوة وتركيز ملحوظ الحياة من جانب لعبي الفريق إلى أن انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بنتيجة 30-25 وبالتالي الحصول على لقب البطولة